اشتركوا في القناة كوروا قاعدين ينتدبوا في التراجلات التونسي برشة كلم برشة حديث واهم حاجة توا شغلة التراجيين هي شكون المدرب القادم فترة صعيبة فترة ما هيش عادية فترة مش متعودة على التراجلات التونسي لازمهم مدرب يكون في قيمة الفريق وحاجة اخرى هي بين حربوشة بين سكتوا في الجماهير وإلا حاجة صحيحة وفما منها انه يوسف البليلي مش يكون مكشخ انا شخصيا عندي برشة دي دي تايب نحكيهم في خصوص موضوع يوسف البليلي نبدأوا بحكية المدرب اللي ركاب ساعة من الأول نبي المعلول كان علن الاستقالة متاعه لكن استقالة شفاهية لكن استقالة على الفيسبوك اما ريال مو من زي ما وصل شيء للتراجلات التونسي حسب المعلومات اللي عندي وانا تفيد انه المدربة ذي حد ساق فوق ساق وقال كان عطيني 600 تلفورو اللي في العقدة متاعي نبي المعلول عمل ستشور مع التراجلات التونسي فيسبو البوتولة في الموسم الفارض صح حولو كونترا تقريبا في عامين عامين ونص مانيش عارف بالضبط لكنه العقدة متاعه في 600 تلفورو اليوم تحب تخرجني من تراجل ياذي تحبني انا نستقيل تحب اللي هو لكن اعطيني فلوسي اعطيني فلوسوليدي كما يقول هو وتعرفوه اللي سيدة ذيكرة ومع فلوس مايسامحش اتا نخرج من تراجل ياذي تونسي بنسبة للاستقالة هاني استقلت وهاني اعلنتها مباشرة نتعدي وقول له بالموضوع شكومش يكون مدرب تراجل اللي تونسي في الفترة الحالية فما برشا كلم فما كلم على معين الشعباني فما كلم على مجد تراوي على الدريدي برشا حكيو على مدربين اما ايك بصراحة اللي مش نيفاهمه انك لما تحكي على مدرب على الاقل تحكي على مدرب يكون نجم يجي البطولة الوطنية مثلا انا ما نجمش نجي نحكي على انشلوتي نقول والله غدوة بشيرينية منعرش ان المنتخب الوطني تنصي حتى ولو اسمه منتخبه واناها قيمة مناش بش نحكيو على فراق تونس اللي تحب ولا تكره اليوم انشلوتي مناجمش يدرب لك في تونس وقت اللي تحكي على مدرب السبق للاهل المسر ونعرفه موسيماني ياخو في برشا فلوس ياخو في 150.000 ولا 180.000 يورو في الشهر اماهو الفريق اللي يقدر انه يخلص ممرا وإلا شنو المستوى للبطولة الوطنية خلينا نقولوا وقدر الترجي انه بشي خلص موسيماني ويجيبو ويحطوا انترونور ما لكن انت عندك بطولة مقاملة كما بطولة تونس بل في فرنك بشيجيب عليها مدرب تصرف عليه اكثر من مليار ومعارشة نستانية ولزم مليارات في العام مناشي مايقابلش بعض واكثر من ذلك اللي خليني نزيد نتأكد اللي اليوم الترجي ريضي توصي ليست مشكلتها مدربة كهو وعلى خاطر اليوم تحب ولا تكره لازم تحط قدامك الناس المسؤولة على الانتدابات تحط الممرن ذاتك كيف كيف بدرجة ثانية وتحط اللاعبين اليهومة رو سبب في نجاح اي مدرب اليوم تنجم تجيب مجدي تراوية نجح تنجم تجيب دريدي نجح يأمل لك نزيدها الملعبية الملعبية الي تحب ولا تكره الرسيد البشري الي موجود في الترجري تنصير نهنية نحكي من غير اصابات رو تنجم تسلك امورك وتعدي امورك في البطولة الوطنية بالنسبة لتشامبيونزليج ومستوى عالي هذاك فيه اخذ ورد وفم برشة روشيك في الترجري نكملوا في موضوع المدرب الي برشة حكيه على معيني شعبيني ولي انا شخصيا كنت حدثت على معيني شعبيني وقلت فم نسبة كبيرة انه بشي يكون موجود في الترجري فم اتسالت مع المدرب لكن الاصديق الي قاعدة جاي من مصر تقول لك اللي المدرب المدرب كان عنده عقد مع الفريق المصري يحترم العقد متاعه وبصراحة بلغتنا احنا حشم انو شي يفسخ الكندراء ويجي للترجري تونسي اللي نعرفوه وليسمعنا به كونه فم تخلي كامل على ايطار الفني على نبيل معلول عن ندر داود على ايطار الفني الكل فم اصلاحات جذرية بش تصير في الترجري تونسي بش يعلن على هيكلة كاملة في الادارة بالنسبة الرئيس فرع بالنسبة للناس المسؤولة بش تكون خاصة على انتدابات الموسم المقبل واهم شي هو المدرب للفترة الحالية كما قلت نرجع ونقول اللي معيني الشعبيني ما تروح على طاولة حمدي المدب لكن من زيل ما فم حتى شي رسمي في الوقت الحالي وفم بعض المسؤولين يستنوا في اتصال من معيني الشعبيني للتأكيد انو بش يجي للسبيرانس واللي بصراحة خليني نكون واضح مع الناس ومع الجماهير راو فم امكانية كبيرة ما يجيش بالنسبة للمساعد المدرب اللي بش يكون مجدي تراوي اما شكون اللي بش يكون معاه كمدرب اول لهني برشاكل زادة فم حديث على الدريدي اللي نجم يكون موجود في الترجل تونسي يدرب في النادي الافريقي يدرب في النجم اللي السيحلي ينجم يكون حال في الفترة الحالية انا بالنسبة ليا فترة حسيسة برش واي مدرب في الوقت الحالي بش يجي لو بش يجيب شلعب بسي في متاعو بش يجيب شلعب باسمو على خطر رو مش سهل انك بش تفرض حاجة جديدة في الترجل لازمك تكون تعرف الترجل لازمك تكون تعرف بطولة تونس لازمك تكون تعرف خاصة على شنو قادم في المقابلة جي ضد الاهلي المسري في الروتور واللي اكيد رو انا ناكد لكم من اليوم انو الترجل اللي تونسي بش تكون عندها رياكشن في المقابلة هذيكة نتعديوا للموضوع المهم اللي قلت لكم ببرشة كلمة وبرشة حديث بش نحكيه خاصة على البلاي خليني نقول من طوى ما هيش حربوش هكي ما قاعدت تكلم ببرشة ناس ما هيش تسكية الجماهير البلايلي فما اتصالت معها مع ترجل لازمك تونسي خاصة من المدة تقريبا من شهر التالي خليني ساعة نحكي لكم على باركور لمليابي بعد خرجوا من ترجل لازمك تونسي مش كاور في الساعة ودي عمل مشكلة وبلبزها ومن بعد خرجوا مشي القطر زادة كيف كيف كاور في قطر عمل مشكلة وبلبزها ومبعد مشي لفرنس عمل مشكلة وبلبزها زادة نفس الحكاية ومشي تعاقد مع فريق ا اخر في فرنس لاني الكلام هذا الكل نحكيه ونقول لك ديما لمليعبي لما يعمل مشكلة مع فريق راو تلقاه وتوماتيك مو دبر كونترا اخر الكلم هذا ايهزني بش نحكي اللي اليوم اللي بليلي راو قل لكم بعد ما ببلبزها مع مع تقريبا عندو اشهر التالي علش قلترا المفاهدات مع ترجل اللي تونسي رايما ايش وليدة اللحظ مش البرح مش الجمعة اللي فات مش بش سكتو الجماهير كما الناس قاعدة تحكي ومنلي محبش يرجع من المقابلة اللي جمعة تزير والنيجر ومح ومشاكل حسينو ما نحكي لكم شنو اللي يصير مع المليعبي لخطر نعرف عليه ببرشة دي دي تاي المليعبي يقريب برشة بش يرجع لترجلاتي تونسي ونقول لكم تسعة وتسعين بالمية فاصل تسعة انو بش يكون مكشخ الموسمة المقبل لاما لكن السؤال المطروح لهنا هل بش يقدر انو بش يعاون ترجلاتي تونسي وإلا ليه هل بش نشوفو اللي بليلي متاع الفين وتسعتاش وإلا بش يكون يتعدى مرور الكيران كيف وكيف البدري البدري الفين وثمنتاش اللي عاون الترجي اللي يض ترجل الهدف الثالث في مرمى الاهلي المصري ومش هو بيدو البدري اللي يكور في المقابلة من تعنهارين التالي ضد الاهلي المصري وانا التاريخ قاعد يعود في نفسه لكن ديما مش نفس لمليعبي يعني بالنسبة ليا يوسف البليلي قيمة ثابتة تحب ولا تكره اذا كان بش تقارنه باللونيفو بش تقارنه بمستوى الفين وتسعتاش والتقلق الكبير مع المنتخب الجزيري وإلا نحكيه على مليعبي يهز لك جمعي ما ايش معنا يهز الكورة مليو التيران افراب يحط لك في الشبكة يجي اصنع برش حاجات نقول لك رو الحاجة هذية ينجمي عملها اما زادة فما سؤال اخر يطرح نفسه هال الوقت اللي بش يجي يوسف البليلي يكون موجود في الترجل تونسي يمكن مش نبقاه حمدو الهوني في موجود في الترجل وإلا لي خاطر رو نحبه ولا نكره اليوم الزوز يلعبو من بوست والزوز يلعبو في اليسار والزوز ما ينجمو كورو كان في اليسار وشوف نظم لعبية هذة من وقت اللي كانوا في وقت اللقات مع بعضهم في الفين وتسعتاش ما كانوش يلعبو مع بعضهم ديما يخر يوسف البليلي يدخل حمدو الهون هذية اهم الحاجة فيما يخص يوسف البليلي اللي نرجع ونقول رو بنسبة 99% بش يكون موجود في الترجل تونسي على خاطر الملياب يبلبزها مع فريقة جاكسيو يستنى بشي فسخة كونترام بتاعه في السيف ويكون موجود في الترجل هذي هكا كمان الفيديو متاعنا حكينا على المدرب حكينا على يوسف البليلي اسكو بش يجير الترجل وإلا ما يجيش ميغسيبوكو على المشاهداتكم الصحة اذا كان مازلت ما اشتركش معنا في القناة تشترك معنا وانز لايك بش الفيديو هذا يوصل لغيرك تلقاوا في موات جديد